بلدي من البلدات العريقة حبر التاريخ نذكر في تل الفراعنة هبأيام المراسلات بين الفراعن وملك الجغير والضائعة حبر التاريخ برعليها عصور عديدة بيزنطية وفينيقية وفيها إيثار متعددة وأكتر إيثار الجلد بوجود الكنائس وبالإضافة لأقلة اعتمدت المواسم الزراعية وأكتر شي كان زراعة الأمح وزراعة الزيتون والضائعة اشتهرت بثقافتها والانتشار العلم فيها بنسبة كثير كبيرة واختصاصيين فيها رجال وصلوا للدولة بالقانون ووصلوا بالطب والسياسي وفيه أمور متعددة بعدها أميون لحتى هلأ عن تعطي مجالات كثير من الشبابة اللي اعتمدوا على الخارج وأكتر إيثارهم رجع بيعهم وفي منهم بعضهم عندهم مؤسساتهم بالخارج وبيض حموها للضائعة وبلديتها من البلديات الأعظيمة الساحة نشيطة وعنكم بكل الأعمال البلدية وفيها مستشفيات اثنين كانوا وفيها سنوية وفيها مدرسة رسمية أن المدرسة الرسمية للبنات تعود إلى الحصة من الدولة الروسية يعني بنيوها الروس اسمها قهوة جدة أو قهوة بيت جدة صارلة بحدود العشرة سنين هي على طريق العام طريق الأرز اللي بيطلع من نشكها على الأرز على كفر حزير مرورة من كفر حزير أول أميون حد I love أميون لعب الطاولة بيعدوا بيعملوا همبرغير بيأكلوا أش ما كان قهوة قادمة في مجويرة لنا عمر لنا عمر موقت مفتاحة لأخونيكي وأخدها خينة سليمان وأقول مفتاحة لأخونيكي بسعودة يعني متل قهوة الأزاز في بيروس متل قهوة اللي عندي بأستروليا رحتل عندي بأستروليا رحتل عندك أستراليا متعبنا بالأربان ايه أنا تكون صاري اوه لك العلم شو صغير زيزت عندي على المحل كمانا أورنضاي عن نهر رحت عندي أسرانا ايه أبتعني على الشباب عن السلب وانا بوقت تتربطي شو بهونيك عندهم نيدا وبرجع لهون بسيلي المصر هونيك هل إذا خبرتم ما أبعث في العب الطاولة شو بوقع عني فرح عامو الحالي بعرف وهيك كل شوية بترتقة هيك وبقول ايه وبصير بخبر اخبار بالتركي شاش باش دو باش شبعهم الحالي بعرف حلو 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 محبوصة ايه ألا احبار تلعب بعرف محبوسة محبوصة سوف حطهم كلهم ذات المحل حلو علي معك شي دمين هيا هيا مجرد اللو قاعدت شو غير ملد حكيد أنا حلو قاعدت ألا شاشت حسناً، هل رأيت ذلك؟ حسناً، هل يجب أن يكون هناك؟ نعم ستة واحدة شاشة 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 لا لا، سأضع شاشة ثانية نعم، شاشة ثانية معنا بعر بلعب دائماً نعم القهوة اللي عنا بقهوة جدي هي سبيسياليتي لقهوة جدي معمولة خصيصاً خصيصاً كرميل مكانة الإسبريسو بقهوة جدي نعم 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 لا يوجد إسبريسو أو دابل إسبريسو هناك كبسة، كبستان، ثلاثة كبسة كبسة يعني من هون نزول على الدقة القديمة، لن تشجعكم نخرج سيجارة، ستأتي كثير 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 كعكة ترابلوس مغطت بأميون هم ما معاونين؟ محلوم، مخلطة جبنة، ملوحة من داخل وقرش من داخل حظاً حظاً نعم أهلاً هنا لدينا عملية محرينكم؟ إنهم كتب تغيير هل سنتمت الآن لدينا للمسيحة؟ هل تقدمت أهلاً غدا؟ نعم وعشا؟ وعشاك نعم يعم خطياً جميلاً أهلاً 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 ونحن وين؟ ما اسمك؟ اسمي جاندارك عبود مضعم الميسي لقمة طيبة وعاد طريبة بشمزين ما بضيح فلافل دايت شو فلافل دايت أنا بدي مش شوه عندي فران سميان دايت الساعة ستنا كم سنة صار ليكون؟ 30 سنة وبتستقبل العالم بيجوم الصباح رايشي؟ بيجوم الصباح رايشي؟ ألي ساعة تفتحين؟ سبعة سبعة الصباح؟ سبعة الصباح، للساعة تليتي بعض الظهر عزيب، شو أكتر شي مختصة فيك؟ فلافل أول شي باللشنة فلافل ملحن، شوار متجاج فريليج بارن، هامبرغر، فول، حمص ومناقش عصاج هلا باختصار بشين الغاز كله موجود؟ كله موجود ولقمة بيت حسيت أنه مفيت عبيتك حسيت أنه مطلوب تعمل وليج أبداً يوني، شكراً منقوشي بتشاهر يلا، سأعطيكم زيكون وخطرة هذا المحن سمع إني الميسي على اسم الشجرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطفولتي بتذكرني بالبات ردقية محمصة شوي ارشتها حلوة كتير اكيد بالعجينة واضح تستعمل زيت الزعترات بيخضر عقل شوية لبنة شوية خضرة مافيكن متقعدوا هون وتقضوا نهار هو اسمه فرن الميسى لانه الشجرة هون صار لها 100 سنة والقعدة والشباب والقعدة الحلوة كتير وكلهم قعدين هون وكل ضحكة عوجون بتنسوا انتو وين وبتنسوا كل ما شاكل الدنى بعدين شوية لبنى زعتر العجين اللي فيها حب اكتر ما فيها مكونات وبتقولوا يا سلام بتصوى كده مصريات الدني الحنة الحنة والتعينة لازم نقللون انت مين يعنو جنرالتعين هلق بالغلط مفشي بصير بالغلط وقعدنا ولي ورا الكاميرا حكينا يمكن شير بع ساعة بتحب الاخلاق وبتحب هالشباب يطلعوا رجال وعباء وبتحب تعلمهم فانا قلت لك سوربريز نجرال انتقى بعدين لانو انا كتر حبايتك وعنا نحكي عن البيزنس اتكس وكيف هالشباب لازم ينتقلوا على حالة اكتر دفع العالم عم بتتغير فانا قلت لك تاخد منقوش معاك نصة لك ونصة لشت حلوة بس بتعطيها المنقوشة وبتقالي منقوشة كيف تعرفوا ست البيت من الخيارة المبروشة على الطراف ومعصوصها بحب كيف تعرفوا ست البيت من البندورة ورشة الملح عليهم انظروا على الطاولة الحلوة هون عنا هولي شو شانكليش اوه مع شوية زعتر وقفت المنقوشة شغل صحر راييس حبيب القلب شغل صحر هيدا العجينة هون فتحت قبل قوقت عم تريحها شغل صحر هل هم عدتها حلوة كتير هون رطمة شوي ضبطن وتركتن مين بعد بيشتغل هيك بهال ايام هيتا نسألة سر العجينة شو مادام جانو محبة 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 إنو مقوشة بسرعب مastics أنا دياءة بلبلنان ما هي دا محبة شوكرا محبة ش cessech اكتب القلب بغاية 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 من الأطباء خلال الطاقة هل تستقبلني يومان وراء بعضا؟ كل يوم بتجو اهلا وسهلا فيكم يا عزي بكرة بكرة منقوش منقوش اهلا وسهلا بالحوالي هو القصة كبيرة سيقولك كيف رح نقللهم يا ستنا مالشي كده مئة بالمئة هو اللي رح نقصهم هاك والصفار البياض رح نقصهم الكرامة الوطنية الشهيرة ورح نقصهم هاك 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 بلديات أصيلة واو واو قصة قديمة انه شعبية انه اجت اسم بشمزين كان في حد مسؤول واجه واجه وروح شوف بشمزين فاجه ورح قال له شو القاد بشمزين قال له عن بيته بش وزيتاته مزين او ان بيته مزين فقال له شو قال له بشمزين فالانه مشهورة البشمزين بالعنب كثير وعنب جوزاني كثير حلو طيب و اكتش هي مشهورة هي ميزة بشمزين سفرجل و المئتي حالا منها كموسم مئتي هي اشهر فضار بشمزين في كذا فرسيون منهم في منهم بيقولوا انه الشخص اللي اجه شاف العنب كان موسم عنب و السفرجل لأنه مش مزين مشهورة بعنبها و يصفرجلها دواوا العنب لأهم كثير طعمتهم طيبة حلوية يعني الحب محمرة بيقولوا لك مثل جانحة بقور اكل العنبي طلوا حلوية كثير قالوا بشو هالعنب الطيب دواوا صفرجل شكلة ما لا احلى من هيك هو كده شطلعت مزين قالوا مزين في كذا فرسيون لا شيلتون طيبين هيا انتوني ارجعنا مع مروان سعطلقنا بقول اميون وانت مش موجود زيروا هناك اكيد ناس تسال انها تخنقتوا فخبرني مروان وين سلت شو عم تعمل شو عندك انتوني اقبل الشي انا بعدني بهالبلد شو بدي اقول اليوم برميتنا مش رح تكون بس اميون سنبلش نفوت بالكورة نتعرف اكتر ديب لع الكورة واليوم بنبشمزين سوري عم باكو هي ضيعة نموزاجية اذا بدنا بكنا نقول بالكورة ضيعة صغيرة اديمة كثير بس بعدها ماشي مع العصر يعني بشمزين كلها بتفروز بشمزين صار في 62 بات على الطاقة الشمسية هتصير كلها على الطاقة الشمسية بشمزين عندها معامل تكرير الماء بشمزين فيها ليبراري بشمزين فيها يعني تعقب بشمزين بشمزين انا دائما بقطع فيها وهي طريق هيك الشارع واحد بيوت ادام بيوت ادام بيوت ادام ها بعد فيها ابعد منها هلا رح اليوم رح نفوت بقلب الديب لبيشمزين تشوف عنجات شوية بشمزين مروان عند البرجرام بالمنطقة هون على كورة بريس صح وبعدك مكفف بعد ما هلأ سيزن فري صرناك اصدور على انفة بعدين نرجع نحكي فيها بشمزين اولا يعني كنا اول ضيعة بشميل عملنا معمل الفرز يعني تعاولنا في بلدي بشمزين مع جمعية البرو الاحسان ونحن كجمعية البرو الاحسان فينا نتعامل مع الانجيو جبنا من مرسي كور دعم للمعمل عطتنا مرسي كور وكتير كتير مشكورة وكتير مشكورة وعطتنا بوبكات ورافعة وكسار تلوز وكسار تأزيز ومستوعبات لخمس ضيعة نحن عملنا المشروع هيدا مع خمس ضيعة من الكورة بيكفر حزير بطران بشمزين باترومين وعملنا توعية بكل بيت بها الاربع ضيعة وعملنا لجنة من كل ضيعة صار تبرع على كل بيت وتفهمونا وتوعيونا على قيمة الفرز مشان ننظف الكورة وبالفعال نجحنا فيها وعملنا معمل فرز كتير مهم بالتعاوم بين منادي جمعية البرو الاحسان في البلدية على صعيد الكورة ككل كمان الشباب الاندور بها المنطقة؟ كمان الشباب بشمزين كلهم متعلمين تركوا جامعاتهم بوقت الفراغ برموا على كل بيوت وصاروا مثل الفلانتيرز ووعقوا الأهلية على عملية الفرز ماذا عن النادة؟ نحن 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 جامعية البرو الاحسان من الاساس في السنة الالف وتسعمائي ينسبة النحن ثقافي رياضي اجتماعي بالوقت الحاضر نحن مركزين على رياضة تقريباً مشينها الشباب والصبايا لانه متل ما بتعرف انه كتير يعني بالبلد صار في عنا مشاكل وضغوطات نفسية كتير ما الاينا انه الرياضة احسن شي مشينها الشباب يرفو ويبتعدوا عن المخدرات والدخان والاشياء السيئة عنا حوالى المية وعشرين التلميذ او الشاب والصبية بيجو ع الملعب يومي بتدربو معكو تشي مقدمين حالون هني بيداربو هالشباب والصبايا وكمان بدون اي اشتراك يعني عنا حوالى المية وعشرين شخص بطلق كل سنة من مش بث مش بزين حتى منضيع الاحوالينا بيجو وهلا جمعة الماضي عملنا اجتماع وحطينا بروغرام للصيفية والملعب السنة اهلنا عن جديد دهني والمدارج وزفتني وحطينا محل تشوء وعملين بروغرام للصيفية كتير حلو منتأمل تكونوا موجودين معنا كأمن ذا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 منطقة رملية ترابية على الحل ومنطقة صخرية وقلعوا منها صخور مثل البيوت اللي حدنا هنا صخور آسي كلسية وصخور رملية ببعض البيوت ترابية كان يشيلوا كثير حتى من تباية التخورة بالميناء كان يأخذوا تراب أحمر لحتى يعملوا الفخار لأنه تربية صلصالية آسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعرفوا بخبركم ترو ستوري قصة حقيقة انه من الوقت عملي لاش تصوره وحب هذي الضايع حب هذي الضايع تعلقت فيها بفرن بدكانة وبشخص بدقة العود وكل مرة بقطع من هون ويقول لازم اجرع صور به الضايع بسعالي مفكر انه ضايع مظبوط حلوى شارع ضيق شوية تبرم بنص سهل الكورة من مال لما البيوت على اليمين على الشمال بسيئة اكترب كثير من هك ولا مرة كنت جاي لهون على الساحة ولا مرة كنت عارف الكنيسة الجامع ولا مرة كنت شايفها البيوت القديمة المخباية ضايع اسمها مش مزين تاخد العقل بقلب من زمان كمكين ستسابع سنين وكتير مبسوط اليوم انا عم ببرمع متعرف على ناسا وعم نشوفها مع بعضنا كلا بها البيوت المسكرة واحد اصرالي واحد امريكا طب نقعد نحن هون انت هونيك وننجي نقعد انتم يدولوا مسكرين يعني بس نحتمالكم برزاكم يعني انا عدد فرن ابو ربيع تحت بيطة الزرمان ارمى مصديني اول شا عم بيعلوا كتير اشي بتعرف عليك الشباب لك الراوي يحوين عم نحكي عن بيت بنص الضايع احد الكنيسة والجامع ابو ربيع بيستقبلكن ببيت وبيت قديم هو فوق اوه زعتر سباني اتوا عم تعرف وتحت العريشة اكتبوا اطيبوا هالزلمة لك ما في منك فرم تحت البيت كم سنة صار لهم كم سنة صار لكم خمسة تحت البيت والناس كيف تستدل فيك كيف بتعرف فيك كيف بركة الله يخليس الحمدالله واوو ابو ربيع خبرنا شو عمل خبرنا صلى خمسة وثلاثين سنة بتاعنا من نعيش خمسة وثلاثين سنة من نعيش بلاشنا فرون صغيري هاك عالحطه بلاشنا نشتغل عليها بعدين الله أعطونا الصحة وشوية مادية زبطنا الوضع وزبطنا البات واستمرنا هنا بإذن الله بتضيع اكيد بيعرفوك بس بيشو عليك بيقصدوك من بعيد؟ ايه بيقصدونا لأنه عمر صلى لأكل الانسان بيستمر وقتلكم مشي قوامة وقتلكم يمشيك بيترجعك بها الايام الصعبة بليز قلهم للشباب قلهم ضغري ضغري حتى لو الأيام صعبة اكيدة اكيدة ما في استمرارية اذا ما ظلات ماشي مجمومة فيه طلعة فيه نازلة في هالحيات بس ربنا عم بيقشع دخيل اسمي هيدا خينا اكبر بيعرف اكتر من كل الناس شو لبيميز منقوشتك وعجيمتك ما بقعبك بدي اسألك انتي وبدكت انتي تاكور انا ما فيني اه شو رأيك رحبة شو رأيك شكرا 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 مد 알아� supernatural موسيقى موسيقى تحتنك انت على يوتيوب؟ اي وعال التلفزيون العودة شو نعلم? كنت يعندت من فترة جدا سلتت عدت للتسليق نتلع شو الحرش حلوة كان خبرني شوى شو نعمل هلأ هلأ هذه نطبقة نطبقة اسمها طبقة تسكر من اللي هي عجين وسكر شو بتحطوه لها زبدة زيت زيت بتخليك هايدي المربقة او المبرومة او كل واحد يسميها شيء هايديك المحلولة غيره المحلولة كمان المحلولة بتبخشها من هان وبتلفها في المقلوم هايدي؟ هايدي مطبقة هايدي عم تشتغلها مثلا تشيغلها بقلاوة هيك برأيه قوة عدت الدور تقريبا كم جرام عجين عندك انا اتكمنه وشين هاي كم منقوش هايدي بطلع لشي منقوشتان شي منقوشتان وهي لشخص واحد اسمال لهم بشميلة هاي هو حر في ناس بيأكلوها في ناس نان ثلاثة بيأكلوها ذكرتني كيف يفتحوا بقلاوة ايها بس هاي بس هايدي كيف يمرغوة زبدة لتفتح معهم مايما غبرت أتخيل هيدا مع الجبنة و قوار ما بعرفوه أنا ماشيدي اذا بيت أكل حضر العصير يعنا على tadi محصية دايكي معك الزيتان فيه ألف وفيه سكرة آه جاي فول باكتج يعني جاي كامل معك جاي كامل أعطيني أنا عندي فرم غال هدا دايك وانو دايكي عحطه بس لا في حطه بلا في مزود تنشعل سكرة دايش خط عينها أنا ألاك ما بزي موسيقى عن أحساس ايه عن نفس في بيت هون بيتك فوق ايه لأ ها موت عايش بي بيت حلو باتي الله يخلي عالطريقة راديين البعض الله يعطيك العمر والصحة نازم كل عرض تعرفيك وتجي ببال معادي نازم أحبط ببايا نعم ايه نعم موسيقى 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 كيف بتشتغل موسيقى 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 في كتاب بيطلعب لقراء بيخدو بقراء بردو عندك كتاب ما بدي بيجي بحطه هون تلك اللي تسقف شو حلو هالفكرة شو حلو هالفكرة منص الضاعة موسيقى علبة زغطورة مهضومة خشب بيوتفل واو هذا الشغل صح موسيقى نبدأ لكتاب الروحة عمجاد ريحتها بوفي في ما مش معقول عم نحكي ساميع بقليوة بقليوة طريقة الجبلية البنينية بيعجي العنجاد هكت السكر فوق يقرمش و يتحمص ولا يحطينا الأشية جب حلوة الخبزة مرقيقة كثيرا مثل البقلوة وشربانة الزيت مضبوط والسكر مضبوط أكيد جوه قلب مثل القطر أو الكرامال الذي أفاجأني أنه كل العالم نذهب لهم لا يضعونه على الفرن لأنه تحترق مع أبو ربيع لم أحترق حتى على جنب على نار خفيفة وعطيها وقت كثيرا تقريبا أدما نقشتين سكر أدما لازم الزيت غير شكل الزيت الكورة سنقصم نشوف الزيت الكورة الزيت الكورة واضحة ثلاثة 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 الهواء التي يقلبها في الداخل مثل القطر خلفها محمصة من فوق تقرش وتحرق وتحرق يا صبيح وتحرق ما الذي تذكرني؟ ثلاثة 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 غريبة لا أقل أتكلم تذكرني بشي قديم لكن لا أتذكر ثلاثة طفولة وشي محل بسكوية 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 مهمة مهمة وهذه أكيد ليس لرجيم وهذه للأبطال التي تقضي نهار تمشي بشفزين نقضي عليها جيدا 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 هل تسمون أنتم بيت المونة؟ المونة هي مركز مطبخ للندي لجمعية أبدو أحسان يقدمونه للضبخ مطبخ فيه كما تعلم لجمعين يعملون المربيات تبع ليمون البوزفير عملنا المربيات ماذا تعملون فيهم؟ من بيعهم ومرضودهم يرجع للعياة التي تنتجت لجمعية وهذه قريبة يعملون مشروع هنا بين GIZ مع الورد فيجين لخمس ضياء الضياء يصبح عمال تشتغل في هذه الضياء تنظف العيال كل ضياء ومشروع هالعمال سيعملون وهذا سيكون المطبخ الأساسي الذي نعمل فيه موزعاً على العمال وعلى نفس الوقت أربع ضياء التي اسمه العيال المحتاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معاي المترجمة نانسي قنقر نسي قنقر بعدهم يعملون روشارج طبعون بس إنه يمتعون بشكل رياحة وقفين بقلبه بسيعة بعد أكتر كمان في هون بهذا البات في جرن ثاني في جرن ثالث في جرن رابع بس بنرجع لها هذا الجرن بيقولوا أنه هيدا أكبر جرن موجود بالكورة بس بعد لاحظت لها هلا ملنا عارفين لشو بس عم بيعملوا الأبحاث ثم أجد روحا بادرنا أنه لشويا ستود هم أقارئ؟ شايفة 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 على التلفزيون مئة مرة جيت لعندك قالوا لي كاكي غير شكل ايه غير شكل بتأكل كاكي طيبة خبنا اتصل لك هاد هون ما كي بلد شورت الناسبة تجل عندك تتستادي المظبوط شو اسم السيحة السيحة بشمزين صلبية صلبية بشمزين يلي بتوصل من هون بروح؟ من هون اكفرحزير من هون بكفرحزير شكا بيروت ومن هون على بطرام عابة صغرتها بسرمة وانت طالع بنشعي وبالعلي عظيم ومن هون؟ على حفز دي فيها ددي وانت رايح تخبرني قصتك كيف بلشت قصة الكعكي العفوة حبيبي شكراً قصة الكعكي بفضل الشباب اللي عندي بها الضيعة اللي هني ابا ضيعت وبيجبوا خاطرة داقت فينا الحالة شوية طرينا نطلع على الطريق بالبيت أنا بيتي هون فور شافوني تحت الشتي والهول هيدا أبو إلا أني عملوا لي شغلي وعملوا لي شغلي وقت اللي بيستحلوا بيأخذوا كاعة في فاضة وفي بالجبنة يلا كاعةكي بالجبنة لكن تندوقت يلا يلا بتحبها خلينا نسأل لكن هون ايش فيه بايش بتحبها هادي فيه كون عكاوة مودريلا أشقوان كلها مست عمو فريد السحري أمو فريد تحبها أمو فريد أمو فريد أمو وفريد أمو فريد كانت مف موسيقى موسيقى كاعك كما تعرفون روي عنده محل كاعك ومحمس ودغري شيف كاعك رف قلبه ويديه اشتغلوا واحدا موسيقى معربة 25 موسيقى اول شي انو مناقش نضافة يعني نضافة بقصد دمير انو منعطي حق الكارك عرفت كيف؟ صدّل عمسة معلّة سامحينة لا تأخذيني عمري ها هي خلي ركاها هيك هاك طيّو صار لكم حمصة أوكي عمريا صدّل؟ أربعين يلا شباب عنا الناس صدّقني متابعك على الـ والله العظمين لم أعرفكّرت أنو معقول بإجيلة عندك؟ لا، مرتبقات وصلت عندك مرتبقات مرتبقات طيبة ومحنصة وفيها أحساس، هيدا أهم ما شيف اوه إذا بديجيل عندك أطلب واحدة هيني قطيب واحدة إياه لا، في عندي بسجاة عندي بسلامي عندي بشي اسموه هيدا أخ مرتدال كيف تعملوا واحدة كما تساعدك؟ لا، بالنهار مرتب تجي بتطلّ عليهم بلا بتساعدني وإبني ساعة خمسة بيسلم عني هور فيقوه بالجامعة عني اتنينون لا تنعش بالله ويلا الحمدلله، قلّعت؟ قلّعت، الشباب عملك فضل الله والشباب الشباب هالضايعة وقفوا لي وقفوا لي مدن الناس أبداً ويراد كل الضيعة تقتدي فيهم لأنهم هني مثال لكل هالضايعة اللي محتاجين يوقفوا جنبهم أنا كنت بظروف صعبة كتير هني نشالوني كاكا طيبة صحتان؟ وفي حب والعام فريد تعملوه زيارة ما بيضيع أبداً تقوم بيقود هون على ويقب الشمسات لك اي سي ما عنده بيانطركن طي طعموا يكون لقمة طيبة اي اكيد على وفقك فريدي أعتيك العافية حبيبي الله حبيبي الله جيبنة بيكون جيبنة فرنسي جيبنة بيكون جيبنة فرنسية من شبال القلب طعمتها لكنها غنية 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 كعكة العزيزة هي ترابلسية بس فيها حب فيها نضال الكعكة اللي هي بيكون تقولوا في مننا وين ما كانوا وأنتوني هالقد بده هي كعبة نضال هي كعكة عدم الاستسلام هي كعكة شخص بيقود هون بيشتغل 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 ما بيقول لا ما بيقول أخ هي كعكة علمت مننا كثيرا وهي دلت بيكون جيبنة جيبنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من المزاهدة ترجمة نانسي قنقر شكراً جزيلاً شكراً شكراً أنا في بشمزين 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 عمروا 300 سنة بل كان قديم كان موجود هون نحن كان عنا بيت حدو وكان متروك فاشترينا وبيه بحب الاركيتكتور بحب الاشياء القديمة من الوصول وقرر انو بدو يسوي بس نحن عائلة صغيرة بشونا نعمل كي شوي شوي كنا نطلع نحن نطلع قاستعوطة فقررنا انو منجرب نعملو هيك وقررنا انو منجرب نعملو هيك ويجب انت الماضي انت بومت بساتة لذا اه اتس كيوط مكان بيه افرايذة يعني هو ايش ايش الكنسيب تابعه هي افرايذة هي افرايذة شاتو وهي افرايذة مع بيسين هو اربع اوضنوم واحدة تحت وثلاثة فوق بيسين قاعدة برا حتى في ناس نجلبوا كيترينج تسال انو بين بعض عمدوا عشا لذا اه افرايذة عنكم اكل وبنحن نحن نجلب بعيد بريكفست ا Pal STO يعني كنت ضايعا في تكر أكل طول يوم النوع وكل شيء خاصو بالترادشن الابنيس باكفست هيدا بيتنا نحنا كمان تشوف العائد بتشوف الحديدي يعني عمره 300 سنة كان مدرسة كان يستعملوا للمدرسة ونحنا ويرينوفيتدت وسيويني ومنستعملوا لما اشترينا هيدا البيت فكرنا انو فإننا نعملون سيبرات ومنستعملوا كجيست هاس البيت المحيين رائعا في صحر ونغط البيت عمل لحياة لغلاء موسيقى 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 موجود على خط بيروت الأرز بمنطقة كتير استراتيجية وتاريخية يعني هايدي اللي انت شيكل وتستراد من هون من ايام الفراعيني وقت كان يأخذوا خشب على مصر من الأرز مالورزمون اللي أخذوا الأرزات بس هايدي القصة عمرأة 4000 سنة كانوا يقطعوا من هون دلت هالمنطقة بدخل أو هي ازا فينا نسميها تم الأنيني لتنورين الجبة الحدث بشرة اهدم الضنية حتى أهل ترابوس بيستهونوا كتير وبيحبوا يطلعوا على العلوة 300 متر بيشموا هوا المنطقة ففكرت بال2018 من 4 سنين نعمل الجم ونقينا هالمحل يلي كان مطعم قديم تاريخي عمره 30 سنة يمكن مدل حدا بالمنطقة إلا ما هون عمل حفلاته وتجوز فيه باللشنة سلولي سلولي وعم نشتغل بطريقة يعني شو فينا نعمل بهالظروف حاليا نتهاينا من فايز اللي هي الجم وعنا صالة تحت الجم بالباسمنت بالمينس وان بنعمل فيه حفلات للجامعات بالسيح حوالي 500 شخص منقدر حاليا نقول أنه عنا أربع طاولات بيمبون منقدر نعمل فيها دورات للميكس مارشل آرتز بوكسينج مويتاي كل هالأمور هايبه عنا بانوراميك كمانا روم للزومبا سبيس عنا فري باركينز بسيعة وحوالي 150 سيارة وأخيرا تواجنا مشروعنا بأوبي سوشي أورمان سوشي ولينز لأنه تنيناتهم يتناسقوا بالهلسي كيتشن معنا كرياضيين أنا طبيب أخصائي بجراحة العمود الفقري والأعصاب فحبت أعمل شي كون بمجالي وأهم شي انه ندلنا بلبنان ونخليها الشباب موجودين عنا حوالي 50 شب وصبية بقيوا بالبلد حاليا بفضل هالمشروع الحلو الصغير هوني ويفرفير عنا ديسير وعنا سالد نعمل ساندويتشيز كل ساندويتشيز نعمل إشياء محبوزات كوروصان بالقصص شاولي تحب الأكرد وتحط نفس بالأكل تعمل ساندويتش غالشكل شعبه لك عزاوك 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 رح عمله ساندويتش رح عمل ساندويتش ساندويتش عزاوك عزاوك موسيقى موسيقى وبالاستوشي الذي نزل ساندويتش وصارة حضرت لساندويتش روعة المكومنات هنا بها لكن حضرت في حب مكسيموم ريته بعيونها توقف منجحوا أنت على الحقيق بت HARRISنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احضر هون الان طيب بجى الان خفيف انظيف وشارلي ولا الاز من هذا هو هكو لقناة بس رائعة وراءة وراءة بقعد هون عزات الكرسي هذه امكان رابع مرة كان عندي سوشي هذا الفترة موقف بس كل الباقي معمول صح جاجف عظيم خسيت السوس يوجد قليلا سكر ولكن ليس كثيرا جاي أكلتك كبيرة؟ الحمد لله شريم داينمايت حر كريمي مايونيز ولكن ليس لديها أبدا ولكن ليس لديها كثيرا كثيرا طريقة كثيرا لا شطور نرى بينات باتر بينات باتر تيكين نعم روعة محل صغير بكصبة على الطريق أرمزرق بيبين اسمه لونج بتفكره بس حشية بس هو يفتح على الغداء مانو ناككلاب مانو بوب أكثر مطعم أكلته كثيرا طيبين لازم 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 شبك مع أنه صعب نعم شكرا جيد 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 على سبيل المنطقة يجب أن يجب أن تكون السبب احراد الملطبة دريزان شمع نحن نجح م chicken لسيء نحنا用س الأولى والكيترينج نحن مش hero محطته في فترة كورونا مالك فترة و التركة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تلع كورا هناك ملحبا 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 المترجم للقناة من الساعة 12 هذه ملحبا 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 تعرفوا تعرفوا انت في هوا شو واحد اكتر شي بيأكل عندك؟ نحن هون بقناسات هون نحن هون بقناسات هون اليوم عالبارد عندك وصلاة البطيخ وشيز وعندك كمانا ديت انذا دب هيدا هون سيجنتشر لتلي وقد انتك cœurل تيكيلا وديناميط شرمد فرق وكمان سي gratis اشتركوا في القناة 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 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممير Ugh and what is this? Thanks i had bent some salad I've tried now Made really rzecz So the editing that starts and endure görünح member سكر فعي Vai olla Exper ли not answering موسيقى هاي كيفك انتوني نحنا كثير مبسوطين فيك عنا بالكورة انا نيلا باطش فيستل بالاساس معلمة فلانسية بس من هواية الرسم هون عندك إليفان معمول من جزع سنديان هيدولي قصص نحنا ممكن عم نقزي الشجرة لما نشيلها يعني بيكون يا تروندار بربدو ينشيل يا إذا شلنا بطريقة ممكن عم نقزي الشجرة هيدا خشب صامي اذا عندك سنديان في قصص ثانية هلأ منشوفها سوا نحن نحكي عن فن طبعك تاخدي شغلة من الطبيعة و تعتيها روح أول شي حابرة كيف بلشنا نحنا بلشنا على قصص فخاريات و هيكي كل شي في نقص عليه مش بس خشب بلشنا نتطور شوي شوي و حسيت انو حيب جدد هيدا الموهبة بطريقة جديدة فحسيت انو اوكي هاو ديك الفخاريات لشابة صفال كل فيرسو مع فخار مع انو نحنا منجيب عن جاد قصص قديمة و نعطيها شوي تحيات فهلأ بتشوفوهم بالبرمج السيجناتش الخاصة تابعتنا هي هيدولي الانيمالز على خشب نحن من نقيه شجرة يكون خشبة صامد يعني اللي حماسك بييدك هي الفروم معمولة من جزع السنديان سو فيه قصص كمانة مصلا معمولة من زيتون فيه قصص من أرز حنشوفهم هلا أهم شي التكنيك تبعيتنا انو الكلورز ما يتغيرو وانو لا الخشب يتخ ولا يتغير شي مع الوقت يمكن من هكي نقات خشب صامد وحتى فيك تعمل سيرتش مما بدك هيدا الشي مش هتلقم نحن من نسو وهي الأوريجيناليتك تبعيتنا شجرة مثل هيدا وخشبة مثل هيدا من دعوص عليها منكسرها منولها وقذ ملت منه شي حلو بيبقى فعلا وإنه هيدا ما بيتغير مثل هيدا مثلا الي كنت عم ببعطيه إجزامفل انه هيدا أرز اكيد نحن ما ازينا الأرز بيكونوا بدون يعلو الأرز هي أرز قديمة وعشرية ما بيتبوخ؟ أبدا أبدا حتى الفنتور نوع الفنتور اللي من استعملوه طان اللي مالشو عليها بيضالة بيضالة منصر لدينا نشطها برد داخلها حتى بتشوف تركيا الكوز طبع الأرز فيها بالأخر وهو الشوق بيبين قديل الأرز بهالأرز عمرها تمانين سنة شحيح انا اشتركوا في القهوة ولكن هنا اشتركوا في القهوة لانه بعدنا باول حلقة صهرة طويلة كثيرا اشتركوا في القهوة بتقوله اميون منقول وين؟ امياهل امياهل من بعد برمة كتير طويلة ونهار كتير طويل مع روي وصلنا رجعنا على امياهل يلي امتى ندمت موضع؟ امياهل تعريبا في نصف عيات يعني من سنة و اقل من شهر عزين لكن سنقول لهم انه اللي بدو يقضي نهار ب اميون او بكل المنطقة الكورا كل شمال بيقدر يجي لهم ليف نوتريسي اللي هو روي يقدر يخدكن يبرمكن اذا بتحبوا الهايكينج او او امياهل سياحية او سياحية وبي امياهل في كنت نامو انا هتعرف على الديدي اللي رح تبرمني وتفرجيني قوتي وتقولي شو عم بيعمل هون مشاريع صحير يلا عنددي انا باي عند اياشي اوه صغرة اوه ايوه يلا سيونيبت هاي هاي انتوني هاي انتوني هاي انتوني وخاصة هيدا المشروع لانو منعتبرك عرابو فبس نكون عاملين هايك اساس الزيادة برنا نفتتح ما في غاية هاي دي الجاسمين نحنا بلشنا بهول عقدين بس هلا صار عنا تقريبا 12 شخص بيقدروا ينامو تقريبا 200 شخص بيقدروا نهار على البيتسين او بدن يعمل برزدي اه اي مناسبة يعني باللوكيشن بتساعة تقريبا 300 شخص كمانا سيتد يعني اه عنا الحاجات اتنين عنا الفاميلي سويت عنا الفارم سويت هلق منفرجي كيه كمان هاي ديما منحب انه انت تكون فيها هذه الهودة هاي ديما منحب انه انت تكون فيها هاتني هاي دي الهودة هاي كما انت بتحب يعني دائماً نذكر بالعقد الحجر الذي هو الناس ينبسطون بهذه الإعجابة لأنه يحسون بفرق التامبرتشر من بره وبين جوه ويعيشون الإعجابة الأجيما غريل بالسوق هو غريل بدلش نعمل صوصيجوز هلأ أصنع نعمل بيرجور نعمل تشيكين ساندويتشوز بولد فورك هل تحضروا في بعض الأحيان؟ نعم، الآن نعمل ساندويتشوز وقريباً نصدق بشوب سابت في شهر زمان اليوم نعمل مني برغر لأنه في الأحيان أسرع أولاً تخبرك عن اللحم من أجل تحضر ليس بحرات وخبز لا، لحم لحمة لحمة هذه هي تقريباً تضل زيتها يعني، ما نحكي بشي كتير بهن هيا من بعد ما تنشوه كيف الصوصيج بتقول عنه بيخذوك عالمانيا؟ هيا بتأخذك عاوسكراديا هيا بيخذوك عاوسكراديا هيا بيخذوك سنشوف الصابة زي شيغل صحة شكلة مهمة 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 ستوبز أن الصهرة كلها صوة كيميل هذا الاستيز أو معه هذا الاستيز هيا ها تعرف عليك جون لايس شاعر قد ما الوحد يصير شاعر ما بعرف إذا يقولوا عنه شاعر كنت صغير والمحيط فيه شعار كتير لبايعاتنا وحوالينا ونبقى على تيفي على تيل البابا عمر الشي خمسة سنيني حط تيل فيه زجل بس تقول شو هيدا ومدرشو وكتير حلو يعني أنا بالكاد بعرف بحكي وصارت من أنا أبو صغير اكتب اشياء فضل الأمة أول شيء اكتب اشياء فرجيها تقالي اكتب بعد أحسن والأستاذة كان يعلمني بالبرفاق إجا هكي استفزنا قالنا نحنا بطاقنا من جاي لكم كنا نكتب شعر ونقول شعر وقلت له تاني نهار قصيدة هي لفية وزن ولفية افي وافية شيء من الشعر بس هكي عنفوين انبسط سمعتوا إياها هو بيعرف كتير بالشعر وبيعرف انها مش مضبوطة قالوا رفقتي شو يا أستاذ قالوا منيح منيح والدحق والذي منيح يعني نشي منيح ومشير ستلاحنا منقول الزجل شو يعني الزجل وشو ونينه الزجل هو فيه قانون بدك تمشي بقافية ووزن وفيه قوزين معددة في عندك المعنى في عندك الإرادة في عندك الموشح في عندك القصيد او دي كلهم بيتتاوتنا وفي عندك العتابة ومخمص مردود انا مش سامع فيهم بحياتي كيف تعلمتون بالفترة هيك ومتابعة ينا اقرأ الشعار قبل انا بس معناه زجل هو هيك بحفظون او بيطلعون هاي من زمان كانوا مش حلو الكلمة بس بدي أولا كانوا يدحكوا عن الناس انه هاو ارتجالة هو فعلا فيه ارتجالة وفيه اشياء محضرة هلا لما تحضر الحفلة انت تكون حفلة محضرة زجل يعني حتى هايدا وهايدا ما بطلعوا ارتجالة بلا ما اقول لك اول الحديث انه فيه ارتجالة وفيه شعار تعلقوه واشتهروا بالارتجالة مثل زان شعاب ابو علي مثل حنى موسى مثل خليل روكوز انيس الانغالي اذا كنت محضر انتو هنى كانوا قدامك مش محضرين هنى اقوى منك كيف تتعلم كيف تدرس يعني انت لو ترجع البيت عندك كتاب هل مسجرين شي محل على يوتيوب غلط ما فيك تدرس شي هايدا موهبة كيف واحد بيرسم وفيه انا ارسم وفيه انا ارسم بس شو بتطلع رسمتي وفيه انا اجرب اكتب قصيدة بس شو بتطلع قصيدتي اذا انا مش شعر بس شو بتطلع قصيدة الزجل هو تراث وتاريخ اكيد 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 شو من اقول للناس خليها المطاعم بدل ما يصير فيه شخص عم بغنى وعم نطبش على الارج اكيد اكيد الزجل هو عمره فوق الف سني يمكن من اول مخطوطة زجلية موجودة هي المطران جبرايل مخطوطة وموجودة بس مش عارف وين محفوظة ومن السريين كمان من مار فريم السريينة اتخذ الزجل منه لان اشياء اللي يتراثل هي كلها من وزن الزجل يعني بالاحلاج الزجل اخذ الوزن منه لازم تكون في حضر معك او انت واحدك سيك تعمل هلا واحدة بمكون قاعدين هايك مثلا اقوله لانطولي قصيدة اقوله لامارك قصيدة هايك حتى لو هايك بتغني منغني انا وانتو وهيك وهو بصير في جاو في تفاعل بس مش حقاله شاعل بيقعد هايك عادات لانه هايك عادات متل محك للشاعل يعني بتشوفه اذا منيح ولا عادي ولا احنا اجل نبالش انا وياك بيكم كاس عرق تنفط بالجاو وزجل بلا زجل ما فيه وزجل بلا عرق ما فيه ما وعرفش تخلك من ايام زمان بتذكر متل ما انت بتقيل انا كمان كنت احضرون كان فيه الخاسة بالنصر شو قصة الخاسة بالنصر وطلبت اليوم بيكم فيه وحدة كمان الخاسة هي نقاطين عم بيتعاشوا بيكم من زمان شو بديكم فيه من زمان بديكم فيه خاسة وبنادورة وهاكي بقين هاكي تبقى الميزة عزي مكان كاساك من اللون اوف 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 حكيتنا عن اوزين كنا اخد ايك شوية امثال مثلا تنفط بالجاو شو فيه وزن هيدا وزن هيدا بسمعك شو كمان هيدا بالزجل اسمه عطابة بقال له حبيبي ان كان بجهنم بنجدو وعرش الحب برموشي بنجدو ياريتو قلبها وقلبي بنجدو معنى الزهر عطاولي وهرب هذه العتابة العتابة هي بكون لازم يكونوا ثلاثة كلمات مثل بعضون بغير معنى يعني في منهم بستعملوا مثلا بقدل الزين زاي او شي غلط بتكون مثل بعضة الكلمة بس بغير معنى هذه العتابة العتابة فيه اخت المجانة تمام زيت الشي تقريبا فيه قصيد مثلا القصيد اللي بيقولوه ماشي معي تنعم المشاوير البستان ماشي معي تنعم المشاوير وتتخلصي من كبر حرمانك البستان مقفي ما الو نواطير مطرح مفق فأكوز غمانك هيدا قصيد مطلع قصيد اه كيف تحفظ؟ بجانب بجانب مالحظة لديهم مثلا الريدي تلاقينا اليوم بأنطون والسهرة أجمل ما يكون وقالوا الكل بأمياهل يائها فيك بأميون هيدا الريدي هيدا الريدي هيدا الريدي هيدا الريدي هيدا الريدي هناك الموشح الموشح يستعملون الغزل أكثر يمخ دود المحمرة بأمرك محتار اليوم لا أراك مرة لا أعدهم هذا الغزل لأنه كان الزمان كله ارتجالة لأنه يحضروا لماذا يدقوا عداف؟ نبدأ اف 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 جينا على الكورة المشهورة جينا على الكورة المشهورة ما بين حب أو بين منتورة البيهم يبقى كاسنا مليان والناس تبقى كتير مسرورة البيهم يبقى كاسنا مليان والناس بالأفراح مغمورة يا انطوني رحيل مدى الأزمان انت بأرض لبنان اسطورة حامل اسم لبنان وان ما كانوا على الام تي في بالصوت والصورة بتبرم ضيع لبنان المنصان اهلا وسهلا بنفس مسرورة جاي بمحبي تلتق الخلان وتعمل بأرض المجد كزدورة اف 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 اميون اميون في كن رفعت الصلبان اميون في كن رفعت الصلبان وزيتون تكبل جرن معصورة تصار في ميرون عن ايمان وصارت خطايا الناس مغفورة اميون والكورة بقلب لبنان امجاد بالتاريخ محفورة وفيهن جمعنا المجد يا اخوان لبنان هو زينة البلدان واميون هي زينة الكورة رابع رابع خليك يا شايف حالو كتير 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 هل ان العرق له شي متل كأنه انهم عملوا لبعثن ؟ يملكن لانه من التراس وواهههه Or القوادنا علي الجسك والوسك تصارتي طلع داخل بالما أنه ذاتن قا vas بعيدا شغيل عن composite هل رح نكفي و رح نجد حلو و من القلب و بتقليلهم النفس بعيونك و بالمحبة و التركيز و التحضير اليوم الناس عم يتقدر اليوم بها الحياة قادر انت وقت تكفي تعيش منها تكتوب كتاب الشباب اليوم بيحب الشعر من تتحمسوا بتقلو يلا طعم اكيد اكيد بس تعيش منها و هايك قليلة شوية و خاصة بهالي ايام هاي قبل كتير شعرة عيشوا منا و عمر قصور و اسمهم كتير كبير بس هلأ صعبة هلأ صعبة بدا تكون حدك ازا حضر عند الحفلة و بيدعيك بتجي بتروح ايه اكيد يلا ان شاء الله لكل يحضرنا اليوم و يتعرفوا عليك و تتلى كل حفلات لبنان كتير حبي منكفي؟ ايام لازم واحد يكون مثقف يكون زجل ضروري ضروري و مش ضروري يقرأ زجل لانو زب تقرأ زجل انت عم تقرأ شيء مكتوب و من قلب الزجل و تقرأ شيء اساطير بحقلك تقول شيء حدا ايله قبل لا ممنوع هلأ يمكن فكرة حدا قبل مستعملة تستعملها بطريقة تلاقيها احلى بس انو مش كتير و فاضحة تكون عادة تقطع فيه كتير لانو يخلصوا الكلمات ايام لان بتحشرك القافية القافية اللي عم تستعملها تتغني فيها بتحشرك بشيء فيش عربي معين هو هل هو العرب اللبناني او اللغة اللبنانية تسميه عربة هل هو الفصحة وين لازم تروح هلأ نحنا اذا قلتلك لبناني بدي وقع حي لمشتلي لانو اللبناني ممنوع تستعمل ولا كلمة فصحة وهو نحنا مبان العرب ومبان السريان ومبان اللبناني مخلوطي اللغتنا سعيد عاقل معي مزاجل مبهلا عطريقته عندي كتاب قديم بيحكي فيه عن الشعراء القديم كيتب مثلا ابو الزلف جبران خليج جبران كيتب ابو الزلف حابزهم اكيد بس كيتبين ابو الزلف وابو الزلف هو شي من من الزجل اكسن عمتعلم الليلة عمتعلم عمتعلم كتير صارلي من وقتا بلشت نجاريك نقاني من وقتا بلشت قبرن بضياء وعبال يصور حرق الزجل وما كانت تصبر مش مقوش مبسوط يعني بسطتنا اكتر من اكسن دبل انا مبسوط ازاك حابب ادرس شي خاصه عدب عربي جغرافيا تاريخ بس لانه عندي كتير كتير ضعيف بعكس انا بعكس جسمي بالمات فيزيك يعني عملت بتي عملت تراز يام ما في روح اعمل سجون باك ترمينار ما رح علع ما بجي احرق ايامي ما بجي احرق سنيني رحت عملت تكنيك بتي ميكانيك عالمخرطة وكتير براعت فيها بس شغلي ما بحبه ما بحبه اني خلص عم بتدرسها اوكي بجي اعمله ونزاعنا خلاصنا لنا لأ بجي اتعلم بس عملت بتي ترمينار سألنا بالجامعة انو فينا رفوت شيء عدب عربي فينا رفوت شيء تاريخ جغرافيا او لا بدا تفوت همدسة ميكانيك وانو معانا هربين من الميكانيك جاءت راحت تعملت تأس بدكويني تدفئة وتبرج بس كمير ما بس كمير ما مكت عم تقرأ انت بحياتك عم تقرأ اذا شيء اللي شو عم تعمل شو قامل استيز كنا بمهنية دومة يلا طلع سمع أورال كم نسمع أورال دلت زعبر شوي تقرأ هم تقرأ هم تقرأ هم تقرأ هم تقرأ قال لي أورال كنا بمهنية أورال ما كتبه يبرد الوضفة لي لك لكن مش هم تقرأ بس ما في اقوله سمع هذا مبسط مبسط انو السمع كية والكتش حانا السمع كيت دلني من المكتب انو اردت بالنسبة اردت اللي كيت وقف على ردي وهاجي نلتقى فيكم بعد الآلينة أنا ما قلت له أنه ونين اللعبي أنا بيكل هو بيتفرج علي ويحكي بس أنا مبسوط فيك هل أنا سمعكم الموشح أوف أوف أمياهل أصحابه داير من دار بأميون مشرع بابه لكل الزوار بأميون مشرع بابه لكل الزوار بأميون مشرع بابه لكل الزوار أمياهل وأصحابه داير من دار بأميون مشرع بابه لكل الزوار بأميون مشرع بابه لكل الزوار اوف ددي سعادي ددي سعادي ماش الله ادام الكل في هلمر بيتحلى كل ما بطل وفي هلمر بيتحلى كل ما بطل بنت سعادي ما شallah ادام الكل في هلمر بيتحلى كلمة بالطلمة هي القصة كلها بأمية هلوا عنا مش رح نتخلى لو شو ما صار بأميو نمشى الرعباب ولكل الزوار بأميو نترع باب كل الزوار أوف مش جاي دمعي سيل تتقول وخطي مش جاي دمعي سيل تتقول وخطي جاي عحروفي خيل من حي الحي ويمسافر دخلك ميل عالكورة شوي حتى مع ابن رحيل نعمل مشوار بأميون مشرع باب كل الزوار يمسافر دخلك ميل عالكورة شوي حتى مع ابن رحيل نعمل مشوار بأميون مشرع بابه الكل الزوار بأميون مشرع بابه كل الزوار بأميون شرع بابه كل الزوار يا أهلا بكل مودي وبكل سرور يا أهلا بكل مودي وبكل سرور بتذكر عيشة جدي من ماضي عصور وبرجع بسنين الشدي بتبح عرقوروا باكل قصبي وما بدي دوق الكافيار بأميون شرع بابه كل الزوار بأميون شرع بابه كل الزوار أميهل وأصحابه داير من ضارب بأميون مشرع بابه كل الزوار بأميون مشرع بابه لكل الزوار there you are اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قناة طويلة كتير طوال يكونوا اربعة من هون اربعة من هون اه وخس خس بكيس العرق بس يلا هلا وين سرنا اوف 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 نحنا بأمياهل شفنا زيتنا نحنا بأمياهل شفنا زيتنا وضيوفنا منستقبل ببسماتنا وكل ما الشمس تشرق على تلاتنا بتروح تتفيا بزيتوناتنا ويا انطوني شرفتنا وغاياتنا نستقبلك ببيوتنا وقبياتنا مدوا الموايد وكسروا كاس العرق طيصير في خبز وملح بيناتنا طيصير في خبز وملح بيناتنا طيصير في خبز وملح بيناتنا اللي صار بعددي اوف 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 ايف شك يؤكد ناظر يا أهلا فيك بأميون يا أهلا فيك بأميون يا أهلا فيك بأميون اوف! جينا بمحب وإحساس نتلاقى بأطيب ناس جينا بمحب وإحساس نتلاقى بأطيب ناس نغني شعر ونشرب كاسب فيا تغصون الزيتون قالوا الكل بأميهل يا أهلا فيك بأميون قالوا الكل بأميهل يا أهلا فيك بأميون يا لبناني إصحى تفل يا لبناني إصحى تفل ومنها العيشي قعتمل شرفنا عاقم يا هل بتفل مكيف ممنون قالوا الكل بأميهل يا أهلا فيك بأميون قالوا الكل بأميهل يا أهلا فيك بأميون قوف قوف بيت سعادي ببلادي طيب بيت سعادي ببلادي أخدوا من المجد شهادي يا باطل قوف بيت سعادي أكبر واحد بيمون قوف بيت سعادي أكبر واحد بيمون بيت سعادي ببلادي أخدوا من المجد شهادي قوف بيت سعادي والصغير ببيت سعادي أكبر واحد بيمون قالوا الكل بأميهل يا أهلا فيك بأميون قالوا الكل بأميهل يا أهلا فيك بأميون احتفال نعم وعدني بوحد حلو تيج مووف بهالليلي بحكي بالذات البيروطة وبالغسكوتي وشو هو زين القاتات حد منك يا بيروطة شو هو زين القاتات هل هي أنا عيدة هل هي أنا عيدة تمكن ندنسين أطبع دنطوية بها الليل بحكي بالذات البيروتي وبالغسكوتي وشو هو زين القتات قدامك يا بيروتي وشو هو زين عند الحكيم قدامك يا بيروتي أوف 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 عند الحكيمي رحت مش عند الحكيم عند الحكيمي رحت مش عند الحكيم طا أضعفوا بمساعدتها الكرش إيم وعند اللي قلبي حبها نقلات ريم انقلت نقلي من الجحيم على النعيم ومحسوب كن استاذ بالشعر الرخيم عندي براعة بالتغزل بالحريم قلت لها انت الشزاء وانت النسيم وكل الحلا موجود بالقد القويم انت كنافي بقطر والصدر الفخيم ولع بقلبي النار والله العظيم ومن شان قط في نار شعلت بالصميم ببوسي وحيدي بيرتوي القلب الصقيم انوترت وقالت انتهب عحدك وقاف أكل الحلو ممنوع عم تعمل رجيم أكل الحلو ممنوع عم تعمل رجيم رجيم حلو كتير حلو علمي جياب الميجياب الميجنا أهلا وسهلا شرفونا حبابنا أهلا وسهلا شرفونا حبابنا اهلا 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 يا حلو الزرع بحوضك فرفحين يا حلو الزرع بحوضك فرفحين ارجعيلي ومهجتي بحبك فرفحين جناحي عندما رف طير جناحي عندما طير فرفحين ورجع في سهم عينيكين صاب صاب يا ليل ودي البنت شسم اسلامنا يا ليل ودي بنت شسم اسلامنا يا حلو يا حلو اللون عينيكي حشيشي يا حلو اللون عينيكي حشيشي اسألي قلبي اذا غيرك حشيشي تعي تنسكر ونشرب حشيشي ونسهر تلغى فيزور الهداب اهلا وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا بابنا شكرا شكرا لأنه لا أريد أن أقول شعر لكن صراحة أنا اسمي جوزاف سمعان الاسم الفني جو أس من الشباب ليل يصارت لنا فرصة نسافر ونروح والمجال الذي نشتغل فيه هو بروداكشن وديجيينغ وقال موسيقى صار لنا كتير مجالات انه نسافر لكن نحن مقتنعين انه هذا البلاد يوجدنا فيه ومطلعنا هالأدى عالم إذا بدك ذكية نحب الحياة نحن نحن نحب الحياة الحياة ليست موجودة أنا من العالم اللي طلعت لبرة وجربت وشافت بس توقع تشوف هيك مناظر حولك هذه حقها مصاري وما تفتكروا أنا مش ولد عمري 35 سنة وما تفتكروا انه الحياة بره بره اللي مش واعتين نهار بالغربة ما في حدا حدو ما في أمو تعمل له ناس كافي هذه حقها مصاري وبتعرفوا شو القصص اللي تبدينا وهيك هاو هنا أتركيض على ميوزيك بلاتفورم هاو هناك فنانين في عالم بعد أول من بلش يعني في أكسبرتس وفي انترميديات وفي نوفيس يعني كل القامات من سجل كوفرز في بيكون صبايا وشباب حبين يعملوا كوفر مثلا لحدا في كتير بنات مثلا أكتر فترة هلا بالعراس بيحبوا يسجلوا غنية بصوتهم مثلا لاتساي حبيبي لست ماجدة بيحبوا يسجلوها هن بيصوتهم وتغنيها العروس لعريسة هايدا هو الشغل اللي ماين اللي نحنا منشتغلوه وهيدي هي صباح الخير من أميون نهارا بارح بلش ساعة 8 خلص ساعة 12 بالليل شو ها النهار وليوم نهار جديد بنمنع بأميه هل وبلشنا نهار ترويئة هاي اللبنة روعة البيض بالفخارة كل شي عظيم ونهار جديد بيبلش هلا في اشياء كتير حلوة اليوم لبنان ما بينشبع منه ووين ما كنتو كيف ما كنتو بتقضي نهار ببلشوا بكيرو بتخلصوا بالاخر وبيضال في شيئ واحد يعملوا يكتشفوا والطاقس بيأخد العالم مشوار جديد بيبلش هلا موسيقى 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 وعدتك أجعل عندك بارح الصاج اليوم فرن لازم دقتنا موسيقى هناك الكثير من ستات عيشين بارات لبنان يسألون كيف نعمل العجينة ما تصبح العجينة؟ ماذا يجب أن تضع لها؟ يجب أن تعمل لك فاتة خميرتها عجنة تريحها يجب أن تريحها يجب أن تريحها ليس بالعجينة كما تريحها لا يجب أن تريحها مكونات العجينة يجب أن تريح زيت زيتون؟ لا لا زيت عادي زيت عادي سأضع لها سكر أو لا؟ لا سأضع لها يجب أن تضع لك لا يجب أن تضع لها يجب أن تضع لها حليب لا ملع سكر سأضع لها و تضع لها و كيف تضع لها لا تضع لها بيضة بيضة؟ أنا هيدي عامتها نصف أبيض نصف أسمار عادي استراءة شو بتشو بصير تخفت أكتر لأبيض واحدة العجينة و زيتر يحطلها زيتر من العجينة وتريحها هيدا أهم شي الخبز هو الزيت العجينة؟ لا بلا زيت يجب أن تكون بلا زيت هل يحضر الخبز كل يوم؟ تقريبا نحنا نجينا على الترويقة بس أنتو بتعامل الغداء؟ نعم حمص بلافل أكيد أكيد تأكل ببتكني أهلا سهلا فيكم هلا بنا نروقكم بس ندوقكم من مشتص الفرن إنو قلت للابنة لقد قلت له أن تأكل ببتكني ولكن قلت له لبنة لأنه قلت له لبنة لأنه قلت له لبنة فقط قد قلت له لبنة قلت له لبنة قررت لبنة خبز البركة هل تأمل أنك مطبقة دواء؟ ماذا؟ طيب لدي خبز البركة مطبقة هناك عجينة مع سكر وزير وزيرت هناك ملابط 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 اتشمت أنساء ونحن بمشي من سفنجي زي ونحن موسيقى ونحن بمشي من سفنجي زي ونحن موسيقى هل هي عجينة اليوم عجينة مبارح؟ نعم كمان لا كل شي تغير كنا جاي يقولون ان عجينة اليوم نفخة اكتر عندها عجينة مبارح غير عجينة اليوم عندها صاج مبارح غير فرن اليوم عندها عجينة تبع منقوشة غير من عجينة تبع الخبز ماذا هي هذه الستة؟ ستة جندات ايوه 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 من عجينة رقيقة رقيقة بس فلافي الزعترات شو هه الزعترات؟ الزعترات البيت سأشيل بس اكل طرف لأستلزب الزعتر الموجود بالنص سأضع له شوية لبنة شفتوا كيف سأتلعب بين ايدي شوية لبنة شفتوا رقيقة خفيفة مرتاحة قد ملازم حمودة ممورة طيب كثير كثيرة منقوشة الخب منقوشة مظبوط الآن الأصابيع الزعطرات السود العجين النص نصية لونة ليس أبيض مرحبا ماذا هذا هذا الست لذلك يحب البصل لذلك يحب البصل لذلك يحب التفاحة تستحب تضعها على الألومنيوم لذلك لا تحترق وتلزق قليلا والسكر اللي بقلبة بيطلع قطر مثل ما لازم عجينتا مرحبا الحمصة مظبوط بس مخمرة مظبوط ولأنها مخمرة ما بتعظم على الوجه السكر تحميصة سيمسون كده العجينة ما بين الزيت و العجينة ما بين السكر و العجينة ما بينها تحميصة مثل البيئة في البلد كل الزمنة و كل الزبنة طيبة طيبة كثيرا و الذي لم أصدركم عنها هو طعمة الحب طعمة النفس طعمة دحكتها طعمة عيونها طعمة ضجعة لبنان هناك ثلاث ألف كالوري ولكن أريد أن يذكر لن يتكسر كثير طيب كثير طيب كثير طيب كثير طيب عجيناتها مضبوطة وزيتاتها مضبوطة ولكن كلهم مكوناتها لديهم كثير طيب 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 أين يمكنك المطعمة؟ هل هذا المطعمة؟ هذا أليس مصري ويقرأ بشكل طيب كثير طيب كثير طيب عليك كل طيب تجد انك تكونوا بشكل طيب عندما كنتم هنا في الكرة أحاولوا أن تتعرضوا عندي أهلا وسهلا فيكم ماروان يتعرف العالم على لبنان يتعرف على الصفات اللي هو موروسي من قديم لهاليوم هيدا اللي عم تعملوا انت عم تروح على زاوية من زاوية جبال السهول والديان وين مكان هيدا ما حدا مين عملوا منهم هوا الزعمة مين ولا حدا من من عملوا ماروان is back اشترك الناس بك ماروان من اخذنا اليوم وين صارنا اليوم اول الشي فان اول من بلش بكورا برس يعني ما فان انا من بلش فان اشتغل اليوم شو هو كورا برس نطلع عن كذا انتروفيو شه لايف وشه ليش لايف راديو نجرب كل شي عنا هنا انت بتشتغل مع كورا برس وعندك ام تبعك شو بيعمل ام تشتغل شو عصا ده سعيد السياهة كسدورة عالكورا بللشنا كسدورة عالباترون كان سيزن 2 سيزن ثريه هلأ عم نشغل كذوره ع انفي سو عم نعمل كامبان لانفي كورا برس مع بلدية انفي و الشباب انفي يعني كل فيجز احبان بالصف و انا باردنر كمان ب كورا برس يعني في الراديو في كل شي نحن نتبع كورا برس هي راديو كل شي هي يوتيوب، فيس ببك، استغرام، راديو يستحطي قريباً باين مكان بس أخبار الكورا يعني هون اذا حداً عندك مشكل اذا حداً عندك مشكل اثقار ايضاً من ايضاً اغضاء أشياء سوشال، أشياء سياحة، أشياء رياضة نحن نمبر وان بالرياضة، بالسياسة كنا نمبر وان بموضوعية شو جيدنا معك؟ من الميسة من الميسة؟ طبعاً ندوقنا الحب ريحتنا عم تصير أحلى وأحلى حاج كنت مع واحد برام كيف هو واحد راح ما في أحلى من بلده وعند أهل عم أهل متل ما بيقولوا صعب أكيد بس برام البلد عيزنا ساتل هو في هذا الوضع مش ساعة اللي بيكون بين أجرحاته ما بيبنى البلد إلا أبنائه وكيف ما واحد يبرو مفكر أنه راح يقطف مصارع الشجر برات لبنان ما راح يرجع إلا يقعد نار الأحد عند أهله ويعمل له أهوة موعة بكرة وجمعة الأصحاب والشغل اللي موجود وهذا البلد محمل من ربنا ما حدنا راح يتركه وما راح يصر له شيء رغم كل اللي عم جربوا يعملوا فيه فرق كتير كبير بين ما بحب وطنة وما بحب سياسيين وطنة لبنان وطنة حق حاله لأنه البلد مخصته بمين دايرو نحن علينا فمنترك أمل ومنقول إن شاء الله خير هذه المواضلة الحلوة اليوم سنتعرف الناس في كثير أسئلة مين هو أنتوني راح يرى يعني بيعرفوا أنتوني بالأكل بيعرفوا أنتوني اللي بيسافر اللي بيشوف اللي بيستكشف بس ما هذا بيعرف مين هو أنتوني سو راح نبلل شاك أسئلة سريعة أول شيء أنت من وين؟ أنا من بيروت من الأشرفي من الأشرفي ربيت في بيروت يعني ساكن في منطقة المتن يعني بالمطايلب فالآن ربينا كل حياتة في منطقة سماسوعة شاشوة بالحرب تركنا شوي يعني كن اون اند اوف طلعنا على المبي فيترون وهون يمكن اكتشافة للضيعة بلش فوق التقوض لك كانت بالضيعة يعني هي لا يمكنني أقول هكي لا يمكنني أقول هكي لأنه من المتن منه ضيعة محلما أنا وأنا من الأشرفي ما عندي ضيعة ما فيني أقول أنا بكرة طالع ضيعة أو بيت ضيعة فما ربيت بالضيعة بس كنا بيفيترون أحساس الضيعة يعني وصل لك مظبوط والركض والسخور والشجر ويلا هني وقفار فوق الحرب ففوق يمكن تعلقت ضيعة كان فيه مازح حد ما كان يكون جبنة برادية فوق هيكي تقربت من فكرة الضيعة طب انتوني بأي مدرس كنت أول شيء أنا كنت بمولا سعر ما هي تلميز كنت بالمدرسة؟ عند الفرير ما كنت كيرا أحب الدرسة لك المظبوط بس كنت أعرف كنت أعرف أن شي نهار رح أوصل أعمل شيء كنت أعرف معوزي في المدرسة كنت بسموه فوق فزيدان تلقي كنت دايما مسؤولة عن الصف زبطت حفلة آخر السنة دايما نعمل مشاريع دايما ننطفد بسلام أنت تكلمني كنت منطفد أن تدوري خبرك تحت الهواء كنت شاطر؟ لا لا أنه الدرس ليس كثير أصحاب لم أكن أجليد كثير لم أكن أجليد أحفظ لم أكن أجليد كثير أدرس بس كنت دايما عبّها حياتي بحب أعرف أن أرحام شيء دايما في مشاريع كنت بلكشافة 17 سنة عدد شعال كثير مهمني بحبها كثير وعملت مني إنسان ثاني دايما في عبّياتي دايما في تلعوة أنا أخذكم بالبص نعرفكم عمليا ضائعة فهو ترككمت هذه الأشياء يعني هي كونت أنتوني الحيل الحيل الأول شيء ليس الحيل صح صح أنتوني الحيل طيب لا نقات تعمل أولا ش أنت حكيم من سنين جبراح سنين لاق الرد تفوت بهذا الضمان ليس أنت هذا الشخص ولا ما بعرف يمكن بس لاق الرد إذا كانت اللي عملتوا بحياتي كثير بلشت كان عمري تقريبا 14 سنة صور على 16 سنة ستتصور أعراس من بعد بلشت صور جايت على ساعة 18 ساعة اللي بلشت الجامعة تقريبا على 21 عملنا وفسايت اسمه بايدوت نايتلايف صحيح يالي من ورا بلشتنا نصور نايتلايف في لبنان ويفرجى أنه لبنان ما بني مع الساعة 6 وقص بلشت كثير سافر عندما تعطي محاضرات كيف سأتذكر بكا أني سفرت على كوريا وبدأوا يزيدوا وحلمي أني أغطي كل البلدين بالعالم هذا قبل أن أتحدث عن فقررت خط على وبدأ كل محل اللي تفوت عليه ما اسمه ما ظهر فيه ريفيو لحديث معنا في 2012 قلت لماذا أضعهم على شخص غريب تعطي أضعهم عندي وكان بدل هدف الأساسي تقالك المضبوط أنه ما يعني لماذا أريد أن يكون هذه المحلات أهم 10 مطاعم في لبنان هم الذين تفعين مصاري أطيب منقوشة هي التي تحدي على الطريق أحسن بيرجر هو الذي معه مصاري يأخذ كل البلدين لا فكنت تفوت على مطعم اكتب ريفيو طويل حتى 30-40 صورة اكتب بالتفصيل استقبلني فتحني للبيب سكرني للبيب بالآخر صور الفاتورة وقول للعالم هذا هي بدأت الناس تحدي قليلا العالم لكنني فقد بفوت أكتر يجب ان تفوت على بيوت الناس يجب ان تفوت على الإس accessing and sensing على المطابق في 2014 في يوتيوب بل شار brosmza Mtv أنت Evan H Bit إن اسمه مشوار كون إن اسمه مشوار خاصة بين اللبنان كانCK Party ح gender ومن 2014 ثم اعلوم ثم اعلوم حيث يوتيوب عمجرة v IT كون س하기 Venice 4-300 حيث دائماً هو تسويه لبنان دائماً هو الصور الحلي هناك الكثير من يتسألني ولو أنت خبيرت ما صورتها لا شغلت ولو الصورة ما شوحنا ولا صورة لا شغلت ولو خذ موقف يا جماعة هناك الكثير من شغلتها تخذ موقف يمكنك تحضر نيجاتيفتي على ال LBC والMTV والMTV كل نار أنا بعيد عنهم أنا الذي أحضرني أريد أن أرى لبنان أريد أن يتعلم لبناني أريد أن يتذكر وطنه ومبارح أنت حضرت الموقف لكن الحمد لله عندك لا نرى إلا المنح الآن أول ما نرجع نروح ونحضر ونرجع يكلمون هذا هو اللبنان البدنية فنبدأ الفكرة كافية لغم كل شيء يمكن لبنان تغير أنا لا يمكن الصور أو الوضع تغير أنا لا وبعد نقرع تضيع وتصور تضيع وتفوت عند العالم وبعد تأمل للناس وهذا هذا هو لوقتك عشي عشنا مع بعض يمكن لأنه الإمباكت اللي بتعطيه لشيك الناس تنتظر منك موقع هل انتظر منك؟ شيء العلم يمكن للرق العام تقدر تغيره شويتي أنت أريد أسألك كام أي لانو غاريك إنو غاريك ونعونيز لأنه أنا لا بقدر أكل تم وبصر ولمش هناك أبدا، بلشت بلشت لك هيني اسألنا أنا أيام أساطنا كنا نعزمونا على الجديد إجعل لي تم وبلا بصر بلشت كانت الكلمة لأ نتناولنا نرى عشا أن اليوم أعطيك تم وبلا بصر فالكلمة الكثير هذه حلوة كانت ترن فركبت دغري نوغالي كونينز واتقام ويتمحبا لخدوم الشيء وبعدين ستفوت فيها أكثر وأكثر ستشوف أنه بالهمت فيه في أداية كثيرة كبيرة ترفض يعني ممنوع وحرم التوم وكثير بيضر للصحة وما بيخليك تكون، ما بيخلي رأسك يفكر مظبوط هلأ بتقول له هكرة قال التوم بيضر للصحة بس هو كعكس بناس بيقولوا التوم والله أصلا هو سر الحياة العرس، التاتر اللي ربطنا أنه يجب أن تأكل باصل والتوم مظبوط فيه وانتي اوكسيدان فيه وكثير ما تفيد ولكن هو لدرجة قيل للهضم لدرجة قيل للهضم خاصة بيتغير ويتطور الدنيا لأنه يجعل راسك نصه لا يفكر يجعل جسمك لا يفكر فأنت اليوم اللي بيضيقني بس بحبه أنا التوم أول ما يأكله بحسك بس طيب شو فيه بس، شو ليش بس؟ فأنت اليوم صار تأكل التوم أول شي ما فيه ترجع الشغل ريحتك تطلع توم كل نهار بتحس حالك تعبين، تعمل نفخة إن بدك وما بدك، فعلى هل طرق كل ما نصور بتحس أنه أنت هيدا توم أبصل تقيل فمش أنه عم بسوي إلى الناس سألون ما تاخدوا توم أبصل بس عم بقول أنه أنا ما بقدرانه الحساسية عيدوا حساباتكم بكمية الاستعمال بس أنت ما خصلك، ما عم بقصلك أنا ما عم بقول شي، أنا ما خصلك بس عيدوا حساباتكم بكمية الاستعمال أنتوني، في كتير الناس بتسأل أنتوني يشرج أو يأخذ من الناس التي يأتي لهم أنا أحب لهم، أنا عادة أحب لهم، أنت ولا مرة حتى لا تقبل أن تقبل يعني على بلايش عند العالم، مثل قالوا ريمن كل شي، هل أزحض عزم ويصطفل يعني، لكن لا تأخذ مصاري أنت من العالم، يعني كل هؤلاء فيديو اللي بتعملون هنمش دعاية الناس عم بتقل لك، قالوا أنتوني تعب أنا أدفع لك تدجي أنا بدك أنت تقول، أنت ما يقولوا عن بيع بسوء حاله أنا أرفض فيلم عن حدن، من لا أدفع صحيح، personal experience ببعتك إلك تسأل، ببعت الكل يسأل، وبعت الكل يسأل ومنجالة 3 أربع مرات، تحديد ما زالا يطلع صوته يقولني يا بلا أخي، كيف بدك تدفع؟ مثلا، ما ديه، أنت حضرت هذا الموضع صحيح، كذا مرة أنا أبداً أنا أبداً ما بأخذ شيء من حدن ببروم وبستعمل سيارتي، وكنت بنزينتي على كهربتي، وتعبة، ونهارة، وأكلة، والشباب كلها سوا والهدف كثير واضح انا بدي أصول الابنين ما تصل على الموضوع، لا تصل على الابنين انا بدي اترك شيئا لأولادتي انا بدي اترك شيئا لوطني انا بدي اترك لجيسي ونهار بكرة رح اضطروا وقت اليوم في تينس تسال ايه وبعدين لماذا لم تعمل مع الدولة ولماذا لم تعمل مع الدولة ولماذا ما ادعى السياحة دعمتك؟ هن حرين ولماذا لا اعرف ياله هن هذا البرغام هو منظيف هل البرغام الانت في لقى؟ وانا بعتين عندي في بي بالش انا عملك في بي بالش فانا عندي شيئ قد اعمله اعطي لعاملو وفاق اعطي ان اكفي عاملو اطلاج شغلي كيف وشغلي حجنب شغلي بسفراتي في دبيش شغلي مع الانجيو شغلي بكتير محلات تانية وانت هذا الشيئ اللي بتعمله هون هي اتصحابي مع امباكت على المجتمع حملت امباكت، لا يمكننا نقول سؤال امه كتير محب اسأله مثلا بارح انتك اليوم هيك انا بشوفك مرة في الشهرين ثلاثة بارح انا الصبح كنت داون انت ولا نهار بتفيق داون ما عندك ايام بتقول الموت تبعك مثلا منه منه بس ما فيك عندك تصوير عندك ناس نطرتك ما بتقدر تقول لكم انا اليوم اقلي جديدة نفسيتي تعبانة ماذا بتعمل انت بهذا الحادث اول شي بقول نهار بدي كفة ودي كفة على هالأساس بتذكر ما اهمية نهار نهار منه بالتصوير نهار منه بالاكل نهار بالاشخاص باللي تقفية نهار بالابطال اللي بدي صورها نهار بالناس اللي بدي اتعرف علاها فيمكن اليوم انا بتطرف انا راجعا بيرح من السفر على الساعة انتان فوقيت السبح اللي تعينا على الساعة 8 ومص تقريبا انت كنت هيك جاي قلتلي اليوم وايع مش مش مظبوط وانت كنت انا جاي تعبان ومش نايم مظبوط بس من قعدتنا مع بعض انت عم تتضحك انا عم تتضحك التعينا بحدا نكتنا عليه التقينا بمحل تاني فتنا مغموشة طيبة نحن وضاهرين واحد لقاطنا غمرنا قال لي يا عم تني انت ما في منك اتنا بالعالم خلص برجع بتركب تجاب تجاب تتذكر انت انه عندك قضية بدك كفية القضية بتقطع قبلك وقال لي وعطيك سرنك كتير صغير انا ساعة اللي بتطلع ساعة تكون تعبين بتطلع بنهار الفرصة يعني بقول من هلأ من عشر ايام ما فيه بس انه بتطلع انا بعد 11 يوم رح يكون فيه نهار فرصة فرح وقت فيه مع اولاده بالبيت فبيعطينا انرجية وامل تقدر قطع هولي لانهار فانا بأيمن كتير وكتير مهم بالانسان يعطينا انه حاله نهار بالجمعة الفرصة ياللي مؤخرا ما كتير عم بيادر ايخده بس كتير كتير مهم كم عندك ولد؟ عند ثلاثة بتشوفهم بشوفوه انقامتك كيف تربي يعني كيف عم بتربي اولادك صعب يا على مضابتك هذا كتير مهضوم سفر ناتشرل فشبهر كهانا ما في نكافة فين اقولك هي كتير هي القصة كله هي القصة كله بالسنتي هي القصة كله بالتربية الولاد هي القصة كله بالدعم مع الولاد سعطة لانا بكون سافر بشوفهم قد ما بقدير هن بحبوا شو بعمروا بيحترموا شو بعمر ايه نيوتيوبر تتعرف انت الولادك محكم على بعضنا كل يوم كل يوم شو عم تعمروا و شو عملتوا يلي هو بس فهمين انه انا ما بسافر طحنك انا مش همينك رايح بالعكس يحتى اكتشف بلد جديد و يحتى جي فيديو جديد مستوعبين و الدور لامه اشعار جيبهم طيب فيه مستقبل لولادك باليوتيوب او حيالا شي بالميديا هل تشتغل على الموضوع في البروجيكت او لا نحنا نحنا العيلة السياسية شو بسموه الاقطاع السياسة نحنا اكتشف بشيك نباكت او شي اكتر منك البدنية يعني في عندي واحد من الولادة انا عم بشتغل بجيوة تحديد في عندي ابن الثاني انا عم باكل بيجي باكل معي كل واحد شي شو رح يعمل دعوني بدنية عن جد انا بأمن تدعون ان تقرروا يفوتوا معهم واجبات الاهل انه يوصلوا الولادهم لمدرسة المظبوطة والجامعة المظبوطة بعدين ما بتعطى بشي كلمة تعرف كثير نحنا انا كمان سمعتها كلمة يا رات كلمة ايه مسئلتلك او انت عم تقول لأهلك ما قلتلكم ما بدي ليش جبرتوني ليش واحد بدي يعيش باليا رات و قلتلك ما قلتلك كل واحد بيخد قراره وانت بتبعنا القرار وبالاخر اللي بتفركش تقول له ما انا اتفركش انت احب قرارك لح ساعدك توقف عليه مش بتتفركش و يتطلع فيك بلك ما انت اخلت كله قول هيك بهايك 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 انتوني اخر سؤالان خد وقتك ما كتير معنى وقت عنا اخر سؤالان يعني نو جارلك نو انيونس بعدين شو الهدف تبعك وين بدك توصل وين بدك توصل تعرف من 4 سنين جاوبت على هذا السؤال وقلت عبالي يكون عندي الفين دي وصار من 5 سنين قلت عبالي يكون على تيفي اكتر بكتير من لبنان وصار اليوم ينعرض بثلاث بلدان من 3 سنين قلت عبالي يكون على تيفي كتير مشهور بالعالم وصارت وغيره وغيره مجموع فاليوم تجاوبك هذا السؤال يقول كل يوم في شي جديد وكل يوم في بكرة وكل يوم في تغيير وكل يوم في كاميرات جديدة وكل يوم في ضييع جديد كل يوم في تصوير جديد كل يوم في فكرة عم تتبلور غير طريقة كان حلمي اعمل اكبر محل الموني بلبنان طبعا انا اقول من ديجتر وصار كان حلمي افتح محل الموني برات لبنان وصار كان عبالي يكون عنده شركة تعمل في دوباي مع الشركات كتير كبار لانه نوعية الشغل غير الشغل اللي عم تحليه هون وصار كان عبالي يكون في البلدان العربية ويكون هالشخص اللي عم بياخد لبنان والعرب طبعا والعرب يجمعون كلهم بشي اسمه وصارت في صفرات ان كان الاردن جمعة الجي ومرتين قبل والعراق والعشرين ده الحلقة اللي عملتهم وغيرهم مراجعين اخبارك على العراق انتقذرون يعني انتقذرون عن جدي لشرفنا هذا الموضوع فبقلك انه اليوم كل يوم في حلم وكل يوم في تنفيذ وكل يوم كل يوم بوعا بقول الحمدلله عم بعمل اكتر من ما بقدر فشولا قدام انا قدام عبالي يصبح شي نهارا سيانان ويستحصل وليش لا انت بتحط احلام كتير كبار وبيصيرو اليوم كل موضوع ينعرق بالتفي بالعراق ينعرق بالتفي بالمصر ينعرق بالتفي بالألمان وينعرق بالتفي باللبنان كلهم سواب ما بيقود شي عليهم تقدر وصل قد ما منقدر لبنان اللي نحنا بس شوية بدنا نحبه اكتر شوية فنقدر نجع عندنا انتوني اخر سؤال ماذا المصيحة التي تعطيها لحيالله حدا انتروفرنور حيالله شي بعده مبلش بلبنان وبعده بيان اي او لا وخلص بلايها تسكر ويمكن الوضع بكرة اسوأ وهي شي حقه يعني لحضر نحن مرنا كثير وضع مفرح ويعطي شو يقوله امل امر صح ما بتقولون له هم نفسك هناك مشاكل ومشاكل وكل مشاكل يجع عقياسه لكن هناك أكثر مشاكل نحن اقل شي نحن اقل شي بيد العربية اغلب كثير اصعب كثير اعلى كثير نحن نقبره براسنا بصورة صغيرة مصالي ينحل مصالي ينحل وكله على البناني وكله على حبيب تقبلني نحن نعرف بعضنا فكرة ان كلنا منعرف بعضنا شعري مهمة فكرة انه كلنا منعرف حد الكلى العالم عندك مشكلة اوكرانيا اليوم كله العام فاليوم انا بطلب من كل حدن اظهار من هيد الخاسة اللي بتقول شو بسمع من اهلي اصحابي بقد انا ببيتي مفكر انا عالم بهيد القوضة وفيه مشاكل في لبنان وما راح تظبط تظبط اذا بدك تظبط اذا امانت تظبط اذا تقدمت ودايما تطلع بمصيبة غيرك ياللي بتعرفها واللي ما بتعرفها والبيوت اللي عايشين فيهم عشر اشخاص براة لبنان بس كلمة يطلعوا الف دولار اخر الشهر ما بقالوا منهم شي ودي العيد وغيره من الاشياء عيد حساباتك وقول فيه شانس فيك من هون به العالم جديد على الانتنت وتكسر الدنيا وعطيه امل لحالك وعمل شي بتحب تعمله مش شي جارك عامل تتعمل مثله انتوني رحيب thank you so much انا حبينا اليوم العالم بتعرف عليك اكتر من هو انتوني حاجه يسألوني فرق خلص تعرفت عليها لانتوني اسألتك كثير حلوين وانبسطت كثير فيك مرونة شغلتان واحد لانه عشت معي شوية اكتر يعني اليوم جيت قلت لك انه ساعت الشي مش طيب ما بيطلع على الهور كنت قلت لي بيكذب حضرتها مبارح شي كتير طيب يطلع له شانس اكتر ما بتدفع انت شفتهم او بتدفع انت شفتهم مبارح ما حبيت الناس انت شفتهم مبارح فعنجد بقلك يمكن هادا من الانترويوز الاقليل اللي بساطت فيهم لانه عشناهم مع بعض لا مش bonjour au revoir ومارسي انستقبلتوني وانشاء الله بتصير اشهر مني شنهار شكرا لك ندين ناديم اواصلنا عند ناديم اواصلنا عند ناديم سورنا معه قبل ناديم بيحط غراضه عند One by Nature شير نديم سيطلع أغراضه على أوروبا على فرنزر نديم عنده براند اسمه سويل هاي نديم هلوو أنتوني يلا سكرنا سويل هالبراندينج الحلو الفاكيجينج الحلو وين كنت وين صرت كنا أول ما بلشنا بلشنا مع أنتوني ولحن نكمل مع أنتوني ومخلص مع أنتوني كمان سويل هي فاميلي براند سويل فيها كل شي بتنجو الأرض ميورد، ميزهر، دبس خروب، صفان أرتزانال، زيت، سماء وزعتر وقريباً لحن نفوت براند بطلب من أنتوني ومن نال كل العالم في عطا المنتوجات بس اللي بحب فيه أنا بشتغلت صح بشتغل بالتفاصيل إن كان نتوشن فاكتس كلمة يدري دهر ورات لبنان إن كان كل المكونات الموجودة هون إن كان البار كود وحتى من قدام، يمكنكم أن ترى ما هو مكتوب والأهم أنه يجب أن ترى المنتج يعني حتى لو سكرنا من قدام ومن وراء نظلنا فيها نشاهده ملزقة بستيكر أكيد تأكد أنه لا يفتحها قبل فتح شم حتى صبيعة داخلها وبعدين يوجد كل المكونات أول ما تعرفت عليها، تعرفت عليها في هذه الأنينة كانت أنينة زيت نبينة عين تنبيض مشغولة مصبوط لفتعة مصبوط وهذا الزلمة كان مبلش عنده حلم حققوا كثير بسرعة حققوا كثير بسرعة لأنه في أمل للكل وفي شغل للكل للي يعمل صح من الزعتر لغيره من المنتجات دبس الخروب صاروا موجودين كلهم صواب بريز وعن بيعوا كثير وآخر شيء يبقى لكم الصابونة ريحتها حلوة ريح 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 هل المترجمون يقول لك كما تتحدث عنك الأحداث عندما تتحدث عن فريد ريح كما قال أنتوني ببراف ، الحدث بمصر بب relying by nature أول شيء هذه كانت الإنطلاقة حكيني أنتوني قال لي ليش ما بتطلع على فرنسا بظرف جمعة وهو بيعرف درت وصلتهم على فرنسا بس أنا هون بحب تشكر الجندي المجهولة بهذا الموضوع مادام نيل مادام تو اللي هي القصة كلها نعم موسيقى 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 نحن هلأ أصدقائنا الكورة بنص الكورة تقريباً الشريان الرئيسي هدا الأوتوسترات بيطلعك على كسبة وتحتنا أميون محل بوزة اسمه الألعاب محل بوزة الألعاب كم فرع عنده بربنان؟ فرع رئيسي بالكاستيك والفرع الثاني بالفرصة شو بيميز بوزتكم؟ بوزتنا يا معلم هي بوزة طبيعية بوزة طبيعية بوزة طبيعية نحن لا نأجل من سنة إلى سنة نحن نضغر بجمعة بجمعة تقريباً ونشتري فوزة وسعره جميلة ونضيف بوزة وندعمها الناس التي تأتي هنا كانوا تأخذ شيئاً يعني أكثر شيئاً نحن نميزين فيه نحن ندعمها للبوزة يعني فيه ناس مثلاً تبخل شوي عليها تطلع الطعمي منها حد نحن ندعمها مظبوطة تأخذ حقها وكترة الطعمات اللي أنا يعني عندنا بحدود اليوم ونحدد هلأ سنة بلاش نوزوت عندنا بحدود عشرين طعمة وستا بزيد له إن شاء الله بسير مش خمسة عشرين طعمة يزال الله يلا عندو يلا تفضل كرامان أشطاو شوكولاو أوريو وفانيلا حليوة وأشطا عربية دا ونس كافة ولوز و هون عنا فواجل مانجا وفراز و أفاندي وموز وورد و أفوكال وبابنقام وشمام وخاما وعنا طعمات سبيسيال بس ما بيزيد سعره مميزين نحن فيها كوكتن القبلي بالمناسبة الحلمي جيد أممم م neuron أمر جيد ستصاعد فوقتن شأف قليلا جاي غير المنزل وافحة طعمتها واضحة منا دلعة فيها مسكة عربية سحلب كان مقطوفة على الشجرة بوزطن طيب ريحة الافندة طعمت الافندة التلجة اللي بقلبها متل ما شايفين تنجدش ومانا دلعة الافوكا فعلا قصة قصة كبيرة انبسطت فيها كثير القلعة سارب أمين مستخدم نمتع ومشيئ كثير نعم يلا يلا وان نعم يلا وان هل تتخير ان هون معمولين هون هاي شو هاي العجين المشتر بين الزيت مخمرة و مخمرة ما أرى연 غ rupees الامر هاي سنؤكدن انकواااااااااااااااااا انا عليك العضو حرارية قم ايضي لان هنا مستعلừa يملكن كلا هاي يفخطها و يفضيها من داخل كما تتعبها مضبوط و كل حبة مثل الثانية يهتم فيها مثل كأنه هاي هي معمل غيرها كله نهار كثير طيبين مصدري لازم تجربون و منكف برمتنا حتى الغداء ماروان مرسي نهارين كانوا حلوين انا بشكرك و ان شاء الله مرجع من ايضا بحلقة غيرها شكرا لك بس في شي مغلط فيه شوية انا جيت عاميون و ماشيت لعندي عالبات يعني هيدا بتعتبر اهانة انك تجي عند حدا و ما تتتغذى عنده بالبات بدي عارفك على حدا اللي هو الوالد ما رح يقبل انك تقطع من هون و ما تدوق لسبيسياليتات تبعه اه اه قصة كبيرة يعني ما رح اقول شو هي رح لتلك السوربريز ما في رألك لأ يعني في اكل بالموضوع والوالد والبيت ما رح للك في اكل وفي بدي شوف ان داب تقدر اليوم رح نعارف ان داب تقدر تأكل موضوع اهه همز نور موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ياه حسنا يلا بدك الكبيرة أو صغيرة البدك كبير أشهدك لشوف طريق فهك هل تجدك؟ جاهز؟ لا أريد أن أجد أسراري لا هل تجد كله لا تجد أسراري 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 صغanca خبير كامل صدد ناين فراؤلالا ناين فراؤلالا حتى محتاج لتطلق نصح كيف كافل نور؟ بروح بتنجرة معنى موسيقى تانذر تاندر موسيقى يمسي عمرا ثاند جنان بروح توب من الملاحظة انظر في مضان من الملاحظة أمود بعض أطيب وأطيب وأطيب ورقة أنا مرفوفين الراوعة ورقة كتير الـ ER كل رزة مستوية بلا ما تعجنوا بلا ما تعلق مع بعض ما كما شايفينهم روعة أنا صحبك وكتعزمني عكتب أهلا وميتسا أهلا الأن مستوية قلت مستوية قلت مستوية قلت مستوية أعطيكو مالوعد أعطيكو أنت هنا بالعقر بيسكوي كأنه مخمر لأنه فاتح مثل بيسكوي مثل طبعاً ندور بيقرقش فيه هوا بنصفه بيسكوي مثل عجينة التارت أكثر بيسكوي 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 منا منا شكراً شكراً منا ما هي مع أنه فيه الكرام متأكد بس أبداً من جوه شرباني مضبوط يجب أن تفتح الكامل وتبدأ وكورة براست عملا دعاية جيد صحتان هذه هي قصتنا قصة لبنان قصة ضيع قصة مدن قصة ناس لا تستسلمون وتحب الحياة هذه هي قصتنا قصة الكورة قصة أميون بشمزين وكل ضيع اللي قطعنا عليهم يمكن لرابع أو خامس مرة هذه هي قصتنا قصة جمعة بالآخر جمعة 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 قصة أكل طيب قصة ناس بيحبوا الحياة قصة منقش قصة أفران قصة سياحة قصة واو هذه هي قصتنا قصة لبنان واحد من أحلى بلدين العالم هذه قصة لبنان أحلى بلدين العالم بشعبه بناسه هالناس اللي مقامنا فيه وما بدأت تفلهم هل تستسلم هذه قصة لبنان اللي لا رح يموت لو شو ما صار لأنه مصيره بجدنا يالله نلتقى سوا بالحلقة اللي بعدها وإن شاء الله تكونوا ضحكتوا وانبسطتوا معنا وحسيتوا بأكل الطيب وهي اللي نحن نبسطنا فيه جيدا من اليوم